السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة كانت تمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما قد شاهدوا هالفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الآخر ولاعجبكم ما تنسوا تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوصلوا بالجديد اللي اجدد على القناة واللي قدام كنقلكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة شكرا على التعليق واليوم ان شاء الله غدي نوجدو حريرة اللي كتجي صحية كندروها هكا بالخميرة البلدية ما كندروش فيها ماطيشة تماما وما كندروش فيها بحال هكا الدقيق الأبيض غدي نوجد كنبدأ كنوجد هكا عندي الخميرة البلدية اللي انا كنخمرها هكا بدقيق القمح الكامل ومعد ما كنبغي نخلطها كنخلط هكا كندروح الكمية ديالجكيسان وكنضيف عليها وحد جمعالق ديال الدقيق الفارينة ديالطار فارينة اللي كنطحنوها ماشي الفورص وماشي الدقيق الأبيض صافيو كنخلطها انا كنوجدها هكا في صباح بعد ما كنفقو هكا كنمشي لها كنوجدها وكنغطيها هدي اللي غدي نطور بها الحريرة واللي كانوا كيدروا وليدنا وصحية أكتر يعني حريرة صحية كنغطيها وكنحتفظ بها حتى العشية كتعود تختامر بعد ما كتعود تختامر كتعطينا ديالحموضة اللي كتكون في ماطيشة بسم الله أنا غندير هنايا عندي الحمص اللي أنا مفركاهم حي دالوا القشرة وعندي العدس وحد الكاس إلا ربع ديال العدس عندي البصلة مشلدة اللي شلتها هكا رقيقة عندي القصبر المعدنوس دلت وحد الكيمياء قلية لو كان حتفض بال اللي بقى وعندي هنايا الكرافس كان دير وحد الكيمياء ديال معلقة وعندي هنايا الفلفلة اللي أنا موجدها وهكا مخليها الفلفلة الحمراء وغدي نخلي لكم الرابعة ديال الحريرة اللي فات صوت بها هنايا محتفضة بها في المجميد كندير وحد سلافة بحل هكا صافرها كافية كندير الزيت البلدية أو زيت الزيتون يعني حتى هي صحية وكتعطي وحد اللد في الحريرة وغدي ندير الكركم أو الخرقوم البلدي كندير سكينجبير وكندير تحمير أو بابريكا أو فلفلة حلوة ميبسة كندير كندير الملح حسب الضوغ هنا أنا ما كنديرش الفلفل الأسود أو ليبزار نعندي نعندي لما تياكلوش هكا الفلفل الأسود نعندي لما تياكلوش لما تشحر لا تفضل نضيف المغلي وكندير كمية جوج إطرونس ونخلط تخلط المكونات كاملين نضع الكوكوت ونضع الطيب من بعد ما طابت نعود الخميرة خمرناها في الصباح خامرة نضيف الماء نضيف الماء نقلب الحمص دعوا بأن الكوكوت نضيف الماء بعد ما يطيب راه ما يبقاش بين صافيه نخلط مزيان حتى تبدأ كتبخ بعد ما كتبدي التبخ كتدير هاد الكشكوشة هكا من الفوق كنخليو هاد الكشكوشة وحنا كنحركو يدنا عليها واحد الخمستاشر دقيقة حتى كتحيد من هديك الكشكوشة كنعرفو الحريرة بأنها طابت كنعرفو الحريرة طابت مني كتحيد الكشكوشة ما كتبقاش تربي هديك الكشكوشة الفوق صافيرها طابت كنضيف هناي القصبر والمعدنوس والكرافس ما تبقى اللي عندي صافيه كنصد عليها ثم شفتو الحريرة ديالنا بلا ماطيشة بلا حبت ديول ماطيشة بلا والو كتجي رائعة وكتجي بنينة وكتجي خفيفة نحن وجدنا الحريرة ديالنا وكنقدموها لولداتنا والعائلة بصحة وراحة حريرة صحية وخفيفة وما تنسوش لعجبكم فيديو وما تنسوش شاركو في القناة وتضغطو على الجرس بش دائما ان شاء الله تتوصلوا بجديد اللي يجدد على القناة والإقدام كنقول لكم شكرا لندعم ديالكم شكرا للمشاهدة وعلى التعليق زوين اللي كتحطوا لي وغد نخلكم مع الصوار ونقول لكم صحة وراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة